بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الرابع من مدارس النظم الفنلندية معكم المعلمة آية حمد سنبدأ اليوم في قاعدة جديدة من قواعد اللغة العربية بعنوان الألف الممدودة والألف المقصورة وهي قاعدة إملائية درس اليوم سيوضح لنا كيفية كتابة الألف الممدودة والألف المقصورة وطريقة التمييز بينهما من المعروف أن الألف الممدودة والألف المقصورة تأتي دائما في آخر الكلمة مثل رمى، بنى، دعى، عفى ولكن كيف نميز بين الألف الممدودة والألف المقصورة في الأفعال؟ عند الكتابة كيف نعرف متى نكتب الألف المقصورة ومتى نكتب الألف الممدودة؟ لأميز بين الألف الممدودة والألف المقصورة في الأفعال ماذا نفعل؟ أحول الفعل إلى المضارع فتحول الألف المقصورة إلى ياء والألف الممدودة إلى واو مثل رمى مضارعها يرمي لاحظ كيف أن الفعل المضارع من رمى انتهى بياء عند إعادة الفعل المضارع إلى الماضي رمى تكتب ألف مقصورة بنا ما مضارع بنا؟ نعم يبني انتهى الفعل المضارع بياء والفعل الماضي بألف مشى مضارع مشى يمشي أيضا انتهى بياء والياء منقلبة على ألف مقصورة ففي الماضي تكتب ألف مقصورة دعى ما المضارع من دعى؟ نعم يدعو يدعو انتهت بواو فعند الماضي تقلب الواو إلى ألف ممدودة عفا عفا المضارع منها يعفو والواو أيضا تكتب في الماضي ألف ممدودة إذن تكتب الألف في نهاية الفعل ممدودة إذا تحولت في المضارع إلى واو مثل نجا مضارعها ينجو انتهت بواو إذن كتبت الألف في الماضي ألف ممدودة دعى مضارعها يدعو أيضا كتبت الألف في الماضي ممدودة عفا مضارعها يعفو انتهت بواو إذن في الماضي تكتب ألف ممدودة سما يسمو وهكذا الفعل المضارع عندما ينتهي بواو إذا كتبته أو أرجعته للماضي فإن الألف ينتهي بألف ممدودة لماذا انتهى بألف ممدودة تقول لأن المضارع منه انتهى بواو وتكتب الألف في نهاية الفعل مقصورة إذا كانت في المضارع ياء مثل بنا ما مضارع بنا؟ يبني نعم انتهت يبني بياء إذن عند إعادة الفعل للماضي تكتب بألف مقصورة لأن المضارع منها انتهى بياء أيضا مشى مضارعها يمشي يمشي انتهى بياء عند إعادة الفعل إلى الماضي يكتب بألف مقصورة لأن المضارع منه انتهى بياء اشترى عند ما المضارع من اشترى يشتري نعم أيضا الفعل المضارع من اشترى انتهى بياء إذن عند إعادة الفعل إلى الماضي يكتب ألف مقصورة إذن لأميز بين الألف الممدودة والألف المقصورة في الأفعال نقوم بتحويل الفعل الماضي إلى المضارع فعندما ينتهي الفعل المضارع بياء يكتب الفعل ألف مقصورة وعندما ينتهي بواو تكتب الألف عفوا ممدودة فقط القاعدة جدا بسيطة تحتاج إلى التركيز فقط السؤال الآن أكمل الأفعال الناقصة في النص بالألف المناسبة سواء كانت ألف ممدودة أو مقصورة قلنا نحول الفعل عفوا للمضارع شاهد صبي عصفورا صغيرا فمشى انتهت بألف مقصورة لأن المضارع من مشى يمشي يمشي انتهت بياء إذن الماضي منه يجب أن تكون ألف مقصورة فمشى نحوه بهدوء ثم مشى أيضا على يديه ورجليه حتى دنى منه دنى دنى بمعنى اقتربة دنى ما هو المضارع من دنى؟ نعم يدنو يدنو انتهى الفعل المضارع بواو عند إعادة الفعل إلى الماضي فإنه ينتهي بألف ممدودة لماذا؟ لأن المضارع من دنى يدنو انتهى بواو قلنا دنى بمعنى اقتربة نكمل حتى دنى منه وأمسك به ووضعه في قفص جميلا سقى الصبي سقى انتهت بألف مقصورة لماذا؟ ما المضارع من سقى؟ نعم مضارع سقى يسقي يسقي المضارع انتهى بياء وعند إعادة الفعل للماضي تكتب الألف مقصورة سقى الصبي العصفورة ماءا صافيا وغذاه بالحب ولكن العصفورة ظل صامتا حزينا لا يغرد إذن انتهت قاعدة اليوم وانتهى درس اليوم قاعدة اليوم قلنا أنها قاعدة جدا سهلة وبسيطة وشيقة وهي قاعدة إملائية يخطئ الكثير فيها تحتاج فقط إلى التركيز قلنا أن الألف الممدودة والألف المقصورة تأتي دائما في آخر الكلمة لنعرف كيف نكتب أو كيف نميز بين كتابة الألف المقصورة والألف الممدودة أي متى نكتب الألف الممدودة ومتى نكتب الألف المقصورة نحول الفعل إلى المضارع إذا كان المضارع منه ينتهي بياء كتبة ألف مقصورة وإذا كان المضارع ينتهي بياء كتبة ألف ممدودة انتهى الدرس أحبائي دمتم بحفظ الله ورعايته شكرا